يصابق النظام المصري الزمن من أجل إحداث توافق سياسي والتوسر لإنقاذ اقتصادي وحجد دعم شعبي قبل أشهر معدودة من انتخابات رياسية تأتي في توقيت صعب محليا وإقليميا ودوليا ومن أجل تحقيق غياته دشن النظام المصري حوارا وطنيا جامعا وأطلق برنامجا للإصلاح الاقتصادي تضمن سياسة جديدة لملكات الدولة وتدخلها في القطاعات الاقتصادية كما نفذ أيضا برامج واسعة للحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة فهل يحقق النظام أهدافه من خلال المصارات المتوازية التي يسير بها؟ سؤال يجيب عنه ضيفي في هذه الفقرة أستاذ العلوم السياسية دكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني برحب بحضرتك دكتور مصطفى أهلا بيجي وشكرا عمد صباحة أهلا بحضرتك في البداية دكتور مصطفى كيف ترى مصار الحوار الوطني منذ الدعوة إليه قبل نحو 13 شهرا وانطلاق فعلياته قبل نحو شهر من الآن؟ بكل تأكيد الحوار الوطني تأخر وكان مفروض أن يبدأ بعد أسابيع ربما من دعوة السيد الرئيس العام الماضي ولكن المسألة استرقت حوالي سنة حتى بدأ هذا الحوار من ناحية ثانية كان هناك تصورا لهذا الحوار كان هناك تصور أن يكون حوارا مجتمعيا وكان هناك تصور آخر بأن يكون حوارا سياسيا وأن تكون أطراف هذا الحوار السياسي معروفة الحوار المجتمعي معروف أنه يشارك فيه كل من يريد الضبط الحوار السياسي معروف أيضا الحوار السياسي هو بين طرفين لكل منهما وجهة نظر ويستهدف هذا الحوار من يحاور من إذن في الحوار الماضي؟ بالضبط يستهدف هذا الحوار والوصول إلى ربما أرضية مشتركة بينهما وبالتالي الذي جرى الذي شهدناه في الأسبوعين الأخيرين هو حوار مجتمعي وليس حوارا سياسيا لأنه فتح الباب أمام مشاركة يعني كل من يهتم بهذا الحوار من نقابة مهنية نقابة عمالية اتحادات التعاونيات شخصيات عامة وسمح لكل منهم لكل ممثل من كل هذه الجهات أربع دقائق الحديث يعني في البداية منذ الإعلان عن الحوار الوطني البعض تخيل أنه حوار ما بين نظام ومعارضة وكان الحديث عن الحركة المدنية تحديدا وكان بيمثلها أو وقتها تمت الدعوة لوجهة لأستاذ حامدين صباح إذن الآن هو حوار مجتمعي كما حضرتك وصفت حدث تطور خلال الأيام العشر الأخيرة أنه نظرا لأن هذا الحوار المجتمعي لم يفضي إلى وضوح بدائل محددة لذلك هناك اتفاق الآن على أن يجري عقد ورش مصغرة تشمل حوالي 15 شخص يمثلون أصحابه جات نظر متبينة لأقول متعارضة متبينة وعدد من الخبراء مين تسحب الكلمة الفصل في القضايا الخلافية؟ لن يكون هناك قول فصل في القضايا الخلافية وكين سوف تكون هنا بدائل فعلى سبيل المثال هناك خلاف حول أي نظام انتخابي لمجلس النواب وأي نظام انتخابي للمجالس المحلية فهناك أكثر من وقت نظر وبالتالي أصحاب وكات نظر هذه سوف يتحورون بهدف الخروج بدائل أن يكون هناك تصور لنظام استمرار النظام بالقائمة المغلقة أن يكون هناك بديل يتمثل في الأخذ بالقائمة النسبية أن يكون هناك بديل ثالث في العودة إلى نظام الانتخابي الفردي وهكذا يعني لن يكون هناك فصل يعني لما القول الفصل القول الفصل للسيد الرئيسي الجمهورية لأنه نتيجة هذا الحوار سوف ترفع إلى السيد الرئيسي الجمهورية وهو الذي يعني يقرر ما يشاء بالنسبة للبدائل المقدمة له من وجه نظر حضرتك ماذا يريد النظام من الحوار الوطني وماذا يريد المشاركون فيه الرئيس في تحديده للهدف من هذا الحوار قال علشان نسمع بعض وأظن أحد كتاب العميدة اليومية قال الرئيس قال أن نسمع بعض وبالتالي فربما لأنه عندما نسمع بعض يكون في هذا خضر من العلم لمن يصنعون القرار في مصر وربما قادم التنفيذ بهذه المناسبة البعض بيقول أن الحوار الوطني تعويض لسنوات من الإقصاء السياسي كما يقولون هل تتفق مع هذا القول؟ إلى حد ما لأنه قبل الحوار الوطني القوى السياسية التي تنتمي إلى الحركة المدنية لم يكن يسمح لها حتى بسنظيم حفل إفطار إذن كيف سيكون التعويض؟ بكل تأكيد هو تعويض محدود للغاية إنما يعني يجب أن نضع هذا التعويض في السياق الصحيح السياق الصحيح هو أنه لا توجد حرية تعبير في مصر ولا توجد حرية تنظيم وبالتالي إذا سمح لهذه القوى المهمشة للغاية أن يسمح لها بعاقد ندوات في مقرها أن يسمح لها بأن يخرج بعض ومثلها على بعض قنوات التلفزيون فبالنسبة لها هذا مكسب كبير لأنه البديل هو أن تبقى مهمشة لا يسمع عنها أحد ولا يرفع صوتها وبالتالي فيعني عندما نقول أنه هذا التعويض ما قيمة هذا التعويض يجب أن نقارن أنه هذا التعويض ربما هو 2 من 100 ولكن البديل له هو صفر وبالتالي من المفهوم أنه يعني المنظمات الأحزاب الشخصية العمالات التنظيم إلى هذه الحركة أغلبها أغلبها يريد الحصول على 2% بدل من أن يبقى في خانة الصفر طبعا هناك من يريد البقاء في خانة الصفر يعني هذا معروفة إنما يعني أمام لأنهما لا يثقون في أنه الـ 2% سوف تحدث تأثيرا ولأن أيضا جدوى الأعمال الحوار الوطني محدود لغاية لا يناقش فيه دستور لا تناقش فيه السياسة الخارجية لا تناقش فيه قضايا الأمن القوم لا تناقش فيه حتى قضية اللاقة بين السلطات لأن اللاقة بين السلطات تمس الدستور وبالتالي فيعني ما الذي يمكن أن يخرج من هذا الحوار والحكومة أيضا طب حدك لم تقابلت التكملة في الحوار الوطني بما أنك لديك كل هذه المشاهدات برد ممكن يسألك برد ممكن أن يسألك برد ممكن أن يسألك أنا كنت مرشح للحركة المدنية لأنه فيه الاختيار الأول للمقررين والمقررين المساعدين اسمي لم يكن موجودا اسمي أيضا لم يكن في مجلس الأمناء فتم تعديل اختيار المقررين والمقررين المساعدين بناء على ضغط من الحركة المدنية وضعت أنا كمقرر المساعدين وبالتالي أنا ملتزم لجاية الحركة المدنية بأنه يعني ليس القرر قراري واحد من ناحية أخرى أنا أستاذ جميعي وكأستاذ جميعي عندما تكون همامي فرصة عندما أدعى المشاركة في عام العام كأستاذ جميعي لا يمكن أن أرفض هذه المناسبة من ناحية أخرى أنا أقول رأيي داخل هذا الحوار يعني في حدود الوقت بمناسبة الحديثة يا دكتور عن الحركة المدنية في حركة شكلت داخل الحوار الوطني أو تم مباركتها من الحوار الوطني وهي حركة الحوار كتلة الحوار كتلة الحوار نعم وكتلة الحوار منبسقة عن بعض الشخصيات اللي كانت بتنتمي للحركة المدنية أو من ضمن أحزاب داخل الحركة المدنية وبعد كمان تصور بعد هذا الخبر إنه ده انقسام داخل الحركة أو ممكن يأثر على الحركة المدنية ككتلة معارضة هل ده صحيح ولا لا؟ هذا ليس صحيحا إطلاقا لأنه أي من هذه الشخصيات لم يكن يحضر اجتماعات الحركة المدنية هو ربما معظمهم من حزب المحافظين وأعتقد المخصوص بهذا هو تعديدا حزب المحافظين لأن حزب المحافظين حزب لديه إمكانيات لديه قدرات لديه مبنى لكن ليس ممثل في البرلمان؟ كان ممثل في البرلمان في السابق أو كممثل في البرلمان في السابق وأعتقد أنه لديه القدر على أن ينجح مرشحيه في انتخابات نزيهة وعادلة بالرجوع للحوار اللي حضرتك وصفته بأنه ليس مبين نظام ومعارضة كما كان معلم في السابق هو حوار مجتمعي الحديث داخل الجلسات هل هو بيتم بشكل متكافئ؟ ما بين كل الأطراف بقى؟ هل بيتم بشكل متكافئ؟ يجب أن نلاحظ أنه يمكن أن يضع الحديث في جالب سواحدة خمسين شخص من كل تجاهات في المجتمع يعني لو قلنا أن كل حتى أحزاب الحركة المدانية تحدثتها يبقى فيها زر حل في 12 من خمسين فمسألة التكافئة بكل تأكيد تضيع يعني ما هو معيارة التكافئ إذا كان يعني كل الناس ما دعويت إذا كان هقولك إذا كان عدد أحزاب لا تسمع من تسمع يعني معلش أسميها أحزاب خلاص الأحزاب الصديقة للحكومة ليست أحزاب المولاء إذا كان عدد أحزاب 104 حزب وكلها موجود ومنها أحزاب يعني ما اسمع عنها الأول مرة يعني ولا لها وجود في أي مكان من الأماكن يعني ولكن واحد موصلها موجود ويطلب الكلمة فبكل تأكيد يطلب الكلمة فلو اعتبرت أنه نشتكلم 104 من هذه الأحزاب منها يتكلم فقط 50 منها من الموضوعات المهمة جدا مطروحة خلال فترة ماضية الانتخابات الرئاسية ماذا يدور داخل أروقة الحوار الوطني حول الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية ليست مطروحة على الحوار الوطني نعم ولكن في الجوانب الشخصية هي قامش مطروحة على نقاش مجتمعي لكن أكيد حضرتك بتتكلموا عن الانتخابات الرئاسية سواء أنت الحركة المدنية شخصيات سياسية شخصيات عامة أنا في الحقيقة لم أسمع داخلي أروقة الحوار الوطني بدليل أنه الأستاذ دي أرشوان اتكلم على الانتخابات الرئاسية أيضا وقال أنه احتمال يكون فيه تبكير لموعد البدء دي الانتخابات الرئاسية تقريبا يا ديسمبر يا نوفمبر ما حقيقة هذا العمر؟ لا ده اجتهاد من الدكتور ضياء رشوان إنما لا أظن أنه ده حرج من الحوار الوطني ده اجتهاد منه وهو لوخ وظيفته أنه هو رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فمن حقيقة أن يدلي بهذه التصريحات لكن حضرتك يا دكتور مصطفى كاميري سايد ما سمعتش عن موضوع تبكير الانتخابات؟ لا لا بالفعل من أصدقاء من أصدقاء وأنا قلت لهم يعني ما مظهر هذا الخبر وما هو مبرره فقيل إنه مبرره يبدو إنه هناك يعني إلزام دستوري بإنه يعني بما إنه القانون الخاص بإشراف القضاء نعم على كل الانتخابات فعندما يصدر هذا يبقى لابد من أن يكون هناك فترة معينة بين الوافقة على ذلك وعقد الانتخابات يعني إنما أنا لست متأكيدة من هذه الحج إنما هناك المسألة الثانية ده تخمين تخمينة إنه عندما تخرج توصية من الحوار الوطني بتغيير نظام انتخاب مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية سوف تكون هناك انتخابات تشمل كل هذه الأجهزة كل هذه المجالسة ومعها أيضا انتخابات الرئاسة الجمهورية بصفة حضرتك كأستاذ العنوم السياسية كيف تلقيت نبأة أحمد التنطوي اللي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ أنا شفت السيد أحمد التنطوي وأنا أعجب شجعته وأعجب شجعاتي في البرلمان السابق وأعتقد إنه مواقفه عموما مواقف وطنية صحيحة وهو من حقه أن يترشح يعني وأتصور إنه أنا تصورت إنه هناك قصة كبيرة وراء هذا الترشح إنما يعني فيما يبدو يعني لا أعرف إذا كانت هناك قصة كبيرة أم لا إنما الذي أعرفه إنه ما زال خاله أعتقد ما زال في السجن وجود السجن وهناك 15 كانوا من أصدقائه يريدون لقاءه تعرضوا للخبض عليهم وبالتالي فيبدو إنه القصة الكبيرة وراء ترشح أحمد التنطوي ليس لها أي أساس من الصحة يعني إنه بكل تأكيد من حقه أن يترشح والعجيب إنه يعني عندما يترشح هذا ليس فيه مخالفة القانون فأقاربه أصدقائي أعقبه على عمل لم يقم به حتى الآن أنه حتى الآن يترشح وحتى لقام به ليس فيه انتهاك للقانون وما زالك أعقبه فأنا أفسر هذا بأنه يعني هناك يعني أنا أقولها صراحة هناك ثقافة لدى بعض أجهز الدولة وهذه الثقافة لا تتغير يعني مجرد أنه هذا الإنسان الذي قال ما قال في مجلس النوب يعني يريد أن يترشح فيجب أن يعقب على ذلك هل نقشف ذلك داخل الحوار الوطني؟ فكرة الحبس والحبس الاحتياطي وبطول مدة الحبس الاحتياطي لا أنا قلت فيه كلمات الإفتاحية أنا ما كلمتش في الجلسة الإفتاحية لأنه يعني المقرر العام هو الذي تحدثنا ما قلت فيه يعني جلسة أخرى يعني أنه أجهز الدولاجي بأن تساعدنا بخلق المناخ الملائم للحوار الوطني ومن ثم تتغف عن مثل هذه الأعمال التي تشكك في الحقيقة في مصدقية الحوار الوطني كيف ترى فرص حصول الرئيس السيسي لولاية ثالثة؟ ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس السيسي سوف ينجح فيه الانتخابات القادمة حتى لو أجريت بكل النزاهة لأنه يعني الطريقة التي يعمل بها الإعلام الطريقة التي تعمل بها الدولة تجعل مستحيل على أي مرشحة أن يصل حتى إلى الموطنيين يعني أي مرشح منافس يعني يجب أن يتمتع بالحرية فيه أنه يعني يجب أن يتعاملوا قنوات التلفزيون على نفس القدر من المساواة مع الرئيس السيسيا الصحف يجب أن تنشر ما يقوله ونشاطه بنفس القدر الرئيس بحكم وجوده في السلطة بكل تأكيد سوف يحظه بتغطية هائلة لأنه يعمل وعملوا جزء من دعايته الانتخابية ده ما يذهب الرئيس يفتح مشروع عندما يذهب لفتتاح مشروع حياة كريمة إلى آخره فهذا يعني واجب الإعلام أن ينشر ذلك والتلفزيون والإذاعة إلى آخره فحكم وجوده في السلطة كل تأكيد بيحظه بميزة فضلا على أنه إعلامنا منظم بطريقة إعلامنا في الحقيقة يعني بقول هذا ليس إعلاما حرة هو إعلام الدولة وبالتالي أن يأتي مرشح من خارج الدولة للمنافسة الرئيس السيسي لا أعتقد أنه قدامه فرصة إنما يعني بكل تأكيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تدفع كثير من المواطنين في حالة انتخابات حرة انتخابات حرة بقى لا توقف فقط على عد الأصوات في الصندوق لا توقف على ما يجري قبل الذهاب إلى صندوق الانتخاب من هم الواقفون من هم الذين يحرصون يعني مقرر الانتخاب ما هو موقف أجهزة الألام ما هو موقف أجهزة الدولة يعني نحن نرى أنه الآن يعني السيد أحمد طنطوي قبل أن يعلم ترشحه يعني نعرف ما يجري لأقاريمه وزملائه ففي ظل هذه ظروف بكل سأكيد رئيسي سوف ينجح في مقال لك بعنوان رؤساء مصر أوجه الشبه والاختلاف قلت إن استمرار حكم مصر بشخصيات ذات خلفية عسكرية لا يعني إمكان توقع السياسات التي يمكن أن يتباعها رئيس قادم ماذا تقصد بذلك؟ لأن المؤسسة العسكرية ربما تصبغ من خرج منها صبغة معينة في تعامل مع الآخرين يعني ولكنها لا تحدد أراءه السياسية يعني إحنا شاهدنا أنه الرئيس جمال عبد الناصر خرج من القوات المسلحة ما كانتش مؤسسة في الوقت ده كما أصبحت الآن والرئيس السيد الخرج أيضا من القوات المسلحة ومع ذلك هما يختلفني سمار تحدثت أيضا عن توسع المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات وتأثيرها على تنشاء شخصات الرؤساء ذوي الخلفية العسكرية كيف أثر هذا إيجابا أو سلبا على طريقة الحكم؟ بكل تأكيد أثر على طريقة الحكمة يعني هدي أمثلة الذي يشرف على إنشاء المتحف الكبير لوقف القوات المسلحة الذي يشير على الرئيس في الأمور المالية لوقف القوات المسلحة الذي يشير على الرئيس في أمور العمران لوقف القوات المسلحة أعتقد وزارة التعليم العالي وربما أحده كلاءه لوقف القوات المسلحة وبالتالي فمصر ليست نظاما عسكرية بمعنى انه العسكريين لا يقومون بحكم مصر بباشرة انما الضباط السابقون موجودون في كافة المجالات انا هنا اخشينا مسألت يعني كفاءتهم على اخيره ولكن يعني في كل المجالات الضباط القرط المسلحة السابقون موجودون فبكل تأكيد ومن ناحية اخرى انه يعني اذا اثر اثر سلب ام اجاب على نظام الحكم الوضع الطبيعي ان يكون هناك يعني شخصيات من يعني ان يستفيد الوطن من الخبارات الموجودة لديه اذا كان عندنا كلية للتخطيط العمراني واسد التخطيط العمراني في مصر يعني يستشارون ويعني يشاركون في وضع مشروعات في دول اخرى يجب ان نستفيد منهم مشروعات العمران التي تطبق في مصر يعني يجب ان يستشار فيه اساتيزة العمران يعني اساتيزة الاقتصاد يجب ان يستشار فيه وضع السياسة الاقتصادية من الذي يخضر السياسة الاقتصادية في مصر يعني اعتقد انه لا نحن نحن لا نستخدم الامكانيات البشرية الهائلة التي تطبق في مصر على افضل وجه يعني هناك امكانيات بشرية هائلة انا يعني بقول هذا انا بفخر بهذه الامكانيات وبقول دل اني بقدرس في جامعة القاهرة وبقدرس في الجامعة الامريكية في القاهرة ويعني اقول انه طلبتي وزملائي قيمة قيمة نعم دكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني شكرا جزيلا لوجودك على شاشة بي بي سي شكرا لك على هذه الاصلافة